أكد وزير الدولة محافظة عدن أحمد حامد لملس أن المحافظة لم تتأثر بالهزة الأرضية التي وقعت في خليج عدن وأوضح المحافظ لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن الهزة لم تكن في إطار الموقع الجغرافي لمحافظة عدن وأن سكان المدينة وضواحيها لم يشعروا بها مشيرا إلى أنه لم تتأثر حتى المناطق القريبة من سواحل البحر بهذه الهزة وأضاف أنه وجه كافة الأجهزة الأمنية والحكومية بالمحافظة الاستعداد والتجهيز تحسبا لأي طارئ في المستقبل وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ذكرت أن الزلزال بقوة 5.9 درجة هز منطقة خليج عدن على عمق 10 كم وبحسب الهيئة فإن مركز الزلزال يقع على بعد 184 كم شمال غرب مدينة بوصاصو في الصومال و238 كم جنوب غرب مدينة المكلة اليمنية اشتركوا في القناة